اشتركوا في القناة مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم ساميرا مورننج طبعا خلوني نقول صباح الخير من جديد لأمولا بدا شخص صباح الخير رياض صباح الخير بكل مشاهدينا العزاز دي وانا نقولها هنا في الجزائر وخارج الجزائر على بالي ما قعدنا ش بزافه على رمضان وعلى بالي بلد أولادكم راهم على امتحانات كل التوفيق للمتحني سواء كي ما يقول لك في القناة ولا سيام ولا في الليسي ولا حتى في لفاك لكل الطلبة بدأت بنت رمضان بسحة نشروا معنا جديد نعم وتوجدوا هؤلاء الآخرين مع فيس اللي تضعون في الكنجيلات نعم أما قال لك البوراك هل تحت 30 يوم؟ لا لا ولي أول مرة لعمل اللي فات كنت قاعدة في الدار وللي أول مرة هذا رمضان ما رحش نحضر البوراك يتخبه في الكنجيلات لأنه ما نحضر هذا هو هذا هو الحمد لله نتوحشوا المشاهدين نعم نتوحشوكم بثاف مشاهدين ولكن سنقول لكم البرامج اللي حتكون في سامرة تيفي رح تكون ما شاء الله قال لك أمال طيبة الفريق وشوي أحريرة 15 قرعة فريق و 15 قرعة حريرة ومحطتهم فلا غلاس نعم أنا شوي كنت أبغل الفام اللي فغيمون مساكن يحليل اللي خدامات وثلاثين قرعة اللي صدوا موضيتها فرغة عطيتها الآمل تقول لنا في فقرة في فقرة ثنواء فدارها تقول لنا وشح ندير وديك ثلاثين قرعة دونك مشاهدين الكيرا فقرتنا كيما تعودتوا عليها كل خطرنا نوعوكم فيها اليوم عندنا فقرة الصح هي الصح طبعا وعندنا كذلك فقرة ورا هلا فيشتايا عندنا أي حضرة معنا شف من إحدى اللي شفت على ساميرا تيفين خلوكم تكتشفوها في الفقرات الثالثة دونك غاستي بونشي بدايتنا رح تكون بالكوزينة بعد الفصل ساميرا سباح الخير ساحة رمضانك الله يسر كيف خلعتني خلعتني بالله خلعتني بالله بديت تتحضرين بديت تتحضرين أنا ما نحضرش والو سور بلاس سور بلاس ما شكي ما آملت أبو نقول لك تودا بو صباح الخير ساميرا صباح الخير آمن المشكلة أنو الناس بزاف تآمنوا وقيلالي في خيترا في كونجناتور عندهم مصداق لا لو كنت جاد في لي فريطانيا يقول لك الشربة قدرت 15 قراءة على الفريق درت إلى 30 قراءة عمرتهم في القراءة وعلش هنأكل وحدة لنا الشربة والحريرات لا ماشي وحدك للدار تجيب قراءة سحوش من قراءة تعاليد أو تعاليد خدمة ما كنفرما وليش المعلومة تعالي دول لتر تعالي دول لتر تعالي دول لتر إن شاء الله نصوموا بالصحة إن شاء الله يارب إن شاء الله يارب إن شاء الله يارب إن شاء الله إجابت لي الجوز نود ونجد أن نستمتع بسكولية ما تلتقل بسحك سلمك وشهدنا اليوم جبت لكم مصفة البرونيز نبدو بالمقادير بفضلي عندنا أول حاجة نذوبوا زبدة نديرو 150 قرام زبدة مع 150 قرام شوكولة نوار نديروهم بماري ونبعد نخلطوهم في الحبات بيض مع 150 قرام شوكورو طلعوهم بي مع شوية لفاني كي تدفى هذا كل ميلانش تعزبدة مع الشوكولة نوار نخلطوهم مع الخاليط الأول فالا أو بلغة بلغة يا ربدا ونزيدو الجوز نديرو 80 قرام جوز ونزيدو 80 قرام فارينا ورشة خمر ونزيدو نديروهم بالزبدة ونفرغو الخاليط ونفرغو الجوز ونقطعو الشوكولة لتطب معهم كي يأتي بفاندوم بالداخل الشوكولة هذا المكان نديروهم ونزيدوه ونزيدوه بشوكولات ونحب الجوز نرجعو للطبق طبقنا اليوم بزاق اللوبيا نقوم بلوبيا نقوم بلوبيا نقوم بلوبيا ونصوص غوج لدينا نصفة ونختار لدينا لدينا جوز صوتيا بالجاج محمر وبطاطا والله سأتكتشفوها وندقوها معك شف ساميره نشاء الله تعجبكم لدينا قليلة لوبية و بطاطا صغيرة لدينا قليلة كويس تقدرونها بالحمية و بالحم جيبنينة سوف نحمر الججي نحمر البصل و الثوم والرند والملح والفل والقركم حسنا لا تكثروا الماء لدينا قليلة صفرة قليلة صفرة والججي يجي محمر و ترمو مع هاللوبية دعوهم بطاطا صغيرة نغليها لدينا قشرة لدينا قشرة ثم والملح والفل والقركم و نقوم بتحمر في المقلقة طبق صح و صحية و صحية و هذه البطاطا صغيرة تقولها البطاطا أنا لا أعرف ما اسم بطاطا بانكواج ساميرا تلقى ان شاء الله هم بكثنا نص ساعة ثانية أمل أكثر حاجة صراحة مدى مقريب رمضان أكثر حاجة كما يقول لك تغيدني حالة خلينا نسموها بلك اجتماعية بلك إنسانية حالة مأساوية جدا يعني في شهر رمضان المبارك اللي عيشه تقسم منا قلبنا قولي لي وشكونا هو أشوف الإبتسامة ديالك بديت نشك فيك نحن لحم الأحلو لحم الأحلو مسكين أبقبلي ثلاثين يوم هو يدخل يتجبت لا لا احنا والله غير ناكله لا احنا والله غير ناكله لا احنا والله غير ناكله احنا عندنا طريقة كيفاش نطيبو اللحم الحلو مش كما هنا في الجي احنا عندنا عنا بك واحد الوصفة أنه احنا نطيبو اللحم عادي و بعد يتنحى نحطو فيه العينة نحطو فيه دوزن كما قولك الحم الحلو من بعد كي نحلوه ندروه بالسكر نحود ونرجو للحم كيمارة للداخل ياخد غير هذيك الطبقة الفوقانية الحلوة ويجيب الزاف بنا دون كي تكلي يروح ما ما يقعتش مشاهدي خلينا من الحم الحلو نابدينا نحسين نروحنا نابدينا نصومو ولكن جوغت اتحرك في دارك مشاهدينا بعد الفاصل يلا بقوا معنا موسيقى صباح الخير عليكم ساميرا مورنينك اليوم ما جينا في حصاج ضيدة اللي هختمو فيها عضرة الكاتف هكذا نبدو بإحماء خفيف هنا عيان توجو لا زي بولو ناريار نبدو إحماء تايه هنا عيان هزو نسخن مليح عضرة الكاتف تايه باش نقدر نخدم تأمري توعي ألاس ولما تبليسها بلا مسرالي والوطرابيا ديراني شوف مو الفوق هنا خلال رسپيراسون نفتح هنا الفوق نعود نكروازي هنا الفوق هكذا على رسپيراسون توجور بعد أب جوز اللي احنا نشوف مو دار لهو هنا هنا رسپيراسون تايه رابعا ايديا قدام احنا الارتكولاسون سورتو رسپيراسون سورتو رسپيراسون احنا نشوف احنا نشوف 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 هذا نستعمل نستعمل فيه طبي نقعد هنا اجونو راحي هنا الاريار نحكم لازالتكو نحن نخدم احنا 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 رسپيراسون هنا من ثلاث اربع مجموعات من ثماش لخمسطاش انتكرار نمرو الإجزارسيس الثاني اللي نسحق فيه إيلستيك نخدم لاباكتي لاتيغال نحط إيلستيك تايه هنا نحكم ليزي لاتيغال نو ونخدم لاتيغال هنا يعني هنا رانيغال نخدم في هذه العضلة اللي جايه هنا عضلة جانبية للكاتف هنا تنفس ملح ثلاثة اربع مجموعات مثلناش خمسطاش انتكرار ومبعد نمرو العضلة الامامية للكاتف اللي نخدم فيها هنا بلازي لاستيك توجور لاريسپيراسيون نطلع الإيلستيك على حساب نيفوت الكاتف ونخدم من ثلاثة لأربع مجموعات من 12 إلى 15 انتكرار نجوز الإكزارسيس الأخير الكاتف راح نهبط هنا هكذا ونخدم الفق توجور بلازالتر لازم كنطلع هنا يكون الكوز تعي سواء سواء مع ليبول تعي باش نخدم الكاتف الخلفي هنا ثلاثة أربع مجموعات 15 15 انتكرار وبعد تمرين أننا وصلنا لخيطة حساتي اليوم تلقى في حساء أخرى إن شاء الله يلا رجعنا لكم مجديد هي أكثر حاجة صعبة في رمضان ثانية أمال هذه الساعة اللخرى قبل ما يقدن أبا نقول لك حاجة رياضة ونقول مشاهدنا الكرام كين بزاف ناس لتبروفيتي من هذه الساعة قبل الفطر ويروحوا يمارسوا الرياضة والله والله العادل هما كيفش هما هما يروحوا يمارسوا الرياضة قبل ساعة قبل الفطر لا لا كاين بزاف ناس ليس شرط الرياضة هذيك كما نقولوا هذيك الوعرة والأخر نو المشي في هذيك الساعة يعتبر الرياضة ملاح ملاح تعجبيني النظريات تبقى ساحية تديرها على بالي هذي بانا نظريات تتوعك هذو ما يحب العلوارق يبقى وملاحة وبصح في التطبيق كيفش مالتطبيق والله غا كاين انتا ما تديرهاش بصح ناس وحد اخرين يديروها عادي نجولهم تحدي نقولوا لهم رب يقدرهم بيانشور بيانشور ويقدر كل فام الجغيان خاصة انسال اللي يتعدهوا سن الأربعين وتغيرات الفيزيولوجية اللي فيهم احنا نقول لكم مشاهداتنا الكريمات انا قلت لها لكم وديما نقول لها لكم مراحل حياة كل امرأة لازم تعيشها بكل تغيراتها وتعيش بكل سعادة وعلى هذا احنا في فقرة الصحة هي الصح جبنا لكم نظام غدائي تقدري تتبعيه في حياتك اليومية وينما تحسيش بهذاك التغيرات الهرمونية اكتر التفاصيل بعد الفاصل ولأن وصحتكم تهمنا يا مشاهدين الكرام طبعا فقرة الصحة هي صح نسعد اليوم باستضافة السيدة ناصري خولة أخصائية تغذية مرحبا بك صباح وخير أهلاً صباح وخير لكم صباح وخير جميع مشاهدين الآيزة خلاص دوك أوليتي ملات الدار خولة الحمد لله يلا كما قلت للمشاهدين الموضوع رح يكون الموضوع تعالية إن شاء الله رح يكون التغذية عند المرأة بعد تجاوز سن معين اللي هو ودخول مرحلة سن الأمل يلا نبدأ كان لدينا إتصال من قبل كناتكلمنا بالطبع أمل هذا الشي اللي حفزني قبل قبل ما نكمل السمحي اللي نقاطعك أحلى حاجة هنا أنه ساميرا في الموضوع اللي دي في خولة بش كي تكون ساميرا تحلالها تشعل شوية بسقيا هو لتم في فرنه صغير ساميرا ترجع شوية نورمو وجهلك تحية ساميرا شكراً يلا نرجع إذا كما قلت لك أمل المرة اللي فاتت كنت لقينا مكالمة من متصلة في عنابة كانت تعاني من الهبات ساخنة التي ترافق هذه المرحلة اللي هي مرحلة المينو بوز هاد الشي كان حفزني أنه نختار موضوع تعليون إن شاء الله اللي راح نمد فيه الأعراض وكيفية التقليل من هذه الأعراض ما نقول لش تفادي أصن بوصن كما قلنا لفور باسيب اللي هي مرحلة لا محالة راح تجوز راح تجوز بها المرأة كبداية نقدروا نعرفوا وشنو هي هاد المرحلة وشنو هو السين اليأس وشنو هي المينو بوز دونك هي بكل بساطة مرحلة انقطاع الطمث يعني المرحلة اللي تنقطع فيها الدورة الشهرية على المرأة الآن في المدسين وش نقوله نحن نقاطع في أعمار مختلفة وبالتالي نقدرون نقسم مرحلة أو سن اليأس هذا إلى أقسام كين الطبيعي اللي هو يتراوح بنا نقوله دايما نحن فوق الربعين لما ينقلوا في سن كنتين عندنا المبكر اللي يكون قبل سن الربعين وعدنا أيضا المتأخر اللي يكون بعد سن خمسة وخمسة أيضا ما ننسوش السن الإصطناعي كيفش يكون إصطناعي يعني بتدخلات من بينها مثلا عملية استقصال ببيضين أكيد إذا استقصال لبيضين فراح نديروا مينو بوز أكتيفيسيال لا لا هذه نترقولها تعرف مهمة جدا لأنه كين بزاف من النساء مساكن بعد عمليات قيصرية لازم يشيو كي ما قولك ينحولهم هدات الراحيم وزيد لهم المبيضين كين بزاف نساء اللي يرفضوا خلينا نمديطعي وخولة نبدأوا بالمرحلة اللي قلت يا لها طبيعية كيفش وحدة تعرف انها رح تمشي لها الطمث كي ما قول المرحلة الطبيعية عندها السن معين اللي هو قولنا بعد الربعين ونقوله الموين في السن كونتين في الخمسينات يعني قبل المينو بوز يهو نتاب سكونا بالا بخي مينو بوز تسبق نعم المرحلة التسبق سينالياس رح يكون فيها أعراض اللي هي مثلا الدورة الشهرية ما حشتولي تكون جهة منتظمة حيكونوا انقطاعات في الدورة الشهرية بعض الأعراض مثلا تقلبات في المزاج دونك ايضا هبات ساخينة مرات فالبو أليف وقنسلته سون جينيكولوك تقدر تتفيق لجينيكولوك باللي رحي في مرحلة ما قبل المينو بوز المينو بوز هي أساسا منين راحة تجيل تو سمبل ما لما المخزون تعلمي بياضين ينفذ هذه هي احنا سمحي لي فقط بالنسبة للمينو بوز بزاف ناس يخافوا قليك جو سوي مالا سيتون مالادي المينو بوز سي بازون مالادي انا لانتان ميديكاليزي للمينو بوز وقلنا بالليك سيتون مالادي مي سيتوني طاب فيزيولوجيك فيزيولوجيكي عادية طبيعية وكان بزاف الاخصائيين ساعات نحوز في الغيزوسوسيو يقول لك عدد البيود عند المرأة تقريبا كلنا عادنا نفس العدد تعل البيود يعني كل واحدة كيفاش تقدر تحافظ عددك البويضات ديولها في الحقيقة يعني هل هناك شيء نقدر نديره باش نحافظوا على البويضات نتاعنا مكاش أبار مثلا عملية التجميد راهم يديروا عملية تجميد البويضات لكن الفان عندها امبخوجي دماغياج وراهي خايفة ينفذ لها المخزون عفوا فتقدر تدير عملية التجميد ولكن زيما شيء طبيعي باش تحافظ به المرأة وما تلحقش لسن اليأس لا محالة قلنا لحقا لحقا له نشوفوا مرحلة أخرى كذلك تكلمت لها خولها؟ نعم اللي هي مرحلة سن اليأس المتأخرة اللي تكون بعد سن الخمسة وخمسة نقدروا نقوله وهذا الاختلاف دعمت وقتش تكون متأخرة وقتش تكون متقدمة سي سولون المخزون هذك الأولي تعال بويضات نتكلمنا عليه نعم وقلت كين بالنسبة للمرحلة أخرى بلك كين حالات استثنائية وين قدر المرأة في سنة الثلاثينات تدخل في سن اليأس نعم بالطبع هذية سي للمرأة تدخل في سن اليأس هذا الاصطناعي عادة لما يتم استقصال مبيضين والاستقصال تعلق مبيضين ما رحش يكون هكا كبرك عادة لما يكون مشكل مثلا باركزامل كونسر دولوفير اللي هو سارطان المبيضين إضافة إلى كين أمراض المناعة الذاتية اللي كشنهار جامغي بيان تحثو عليهم لأن الأمراض المناعة الذاتية يقدروا يصيبوا المبيضين فيلجأ الطبيب إلى استقصال المبيضين طيب لو كانوا روحوا الآن نتكلموا على الأغذية اللي تنصحوا بها انتوما كأخي سائيين خلينا نقولوا تقلل من الأعراض كيفاش نقولوا تقلل من الأعراض إذا لم نتطرقنا إلى الأعراض نحكي عنهم بشكل سريع أعراض أولا قلنا الهبات الساخنة قبل فقط ما نحكي عن الأعراض المشكل الأساسي هنا وره وشنه هو اللي را يدير لنا الأعراض هادو هو انخفاض في مستوى الأستروجين اللي هو هرمون يفرزه المبيضين أساسا لما ينخفض هاد الهرمون وشي يعطينا هاد الهبات الساخنة هاي أول مرة نسمع بلي الأستروجين يتم إفرزهم قبل المبيضين داك ردي ملو ممليحة دونك الهبات الساخنة وش نقدر ننصحوهم إيفيتوا كل ما هو حار كل ما هو ليزي بيس التدخين ابتعاد عن التدخين أكل التغذية الصحية مبدد نحكي عليها بالتفصيل الهبات الساخنة هادو لمدة تحو من ثلاثين ثانية إلى زوجت قايق يحكموا بخانسيبال ما فلانوي يعني في الليل دونك إذا الهبات الساخنة حكموا فلانوي شنقدر نفهمو نقدون أكيد بعدها يجي التعرق الزائد بعدها رح يكون مشكل في النوم وإذا المرة ما رقدتش مليح وش يصر تقلبات في المزاج غض من ذاك واحد كما رقدتش مليح أكيد رح يكون إناغفة استخيسة وإذا كانت إناغفة استخيسة حيث يكون هناك الكرش ومن المزاجين الثلاثين لأن أستخيسة أحبط السم عند المرأة والشحوم عند المرأة يمركزون في منطقة الفخذين ما نسمعه الأوباثيتي جنويد لكن بعد سن اليأس الأستخيسة سيضع لذلك سوف يتخزن في البطن لماذا في البطن؟ لأنه نسبة التستوستيرون وهي نسبة قليلة هرمون الذكورة يكون ما زال يفرز لذلك ستكون لديها أبداومنال ستكون عرض أيضا لمشاكل صحية مثل السكري أيضا المشاكل الأمراض القلبية وأمراض الشرايين هذا الأستروجين كان يحميها من الأمراض القلبية كان يحميها من هشاشة العظام مثلا كان عنده دور مهم اكزاكتما أيضا تقلوبة المزاج وشفنا تاني دي فام ويحقوا لديفرسون لديفرسون بزاف يحسبوها مرض نفسي مشكلة فقط نفسية ولكن هي مرض بحد ذاته لديفرسون ويحقوا يشربوا بأعزامل زانكسيوليتيك دونك أعراض لو كان من ما نعرفوش ناخذوها بعين الاحتبار تقدر تتفاقم تخارب في خولها والله غير الدين تانا مدام قل المرأة أو كما يقول لك حنو على القوارير ما قلعاش هذا لأنه أنا نقول بلي مراحل كثيرة في حياتنا احنا كنسة بالنسبة احنا بما أنه انتراكي أخصائية تغذية أكيد كي نظام غدائي يقدر يقلل كما قلت من هدو الأعراض وين تكون المرأة تقدر تواصل لحياتها نقوله طبيعيا ماشي شبه طبيعي أكيد هي أول شي تو سباس دون لاتات كيمي قولو لازم تقنع روحب لما هي شمريضة راي في مرحلة هذا ما كنت مبيض تحا ريح هذا ما كان سينو سيني بوسج المالادي فقط بالنسبة لأعراض هادو أكيد لازم نتبعو نظام غذائي يعني يكون ملائم في مثل هذه الحالة كيما شفنا بما أنه رايح تكون عرضة بزيادة للسمنة فأكيد يجيب تقليل مثلا السكريات المشروبات شوفي أمل النصائح هذه العامة راهم كمال يعرفوهم ما تاكلوش نقصو ما كلت برة ما تاكلوش لسوكو ما تشربوش ما تاكلو الخبز هادونا عارفوهم قاع التطبيق لي ما نشوفوه فيه حاجة ننبه لها أيضا المرأة بالشكل خاص والنساء والكبار في السن بالشكل عام سيكونوا عرضا ما تسمى فونت ميسكولا يعني يخسروا العضالة ف وش لازم لازم دائما يأخذوا لا بوغتاحوم أو بروتيين نحن نشوفو في المجتمع نخافو البروتيين نقول لك الحم مش مليح لك لا بالك من تاكلوش الحم نخافو من اللاغوت تان بوسكو دوكو لاتشائعة اكزاكتون بصح علاش ما نخافوش ملي جلوسيد قد نخافو من بروتيين صح أراكو البروبلام ماجر راهو يجينا ملي جلوسيد مش ملي بروتيين مكفو ففايا دونك ما قدروا نقولوا أنه نظام الغذائي لازم ندرجو فيها البروتيين لازم لازم أكيد لازم نقدر نمد هكا لمحاكي نعرفوش حال لازمنا بروتيين بغشوخ طو سمبلومو الوزن بتاعنا فو 1 قرام نعرفوش حال من قرام بروتيين لازمنا مثلا باش نزيد ووالا عبكي واحدات وزن 70 كيلو تسحق 70 قرام بروتيين في النهار في 24 ساعة مشكلة والرأسكو 70 قرام بروتيين مشكلة بها 70 قرام بجاج أكيد شكرا للمعلومة هذه أعفوان هذه 70 قرام بروتيين مشكلة 70 قرام بجاج و70 قرام الحم خاطر مثلا 100 قرام دي سكالوب 30 قرام بروتيين لذلك تقدروا ما حال في الحم والجاج من قرام بروتيين يجب أن 6 قرام في النهار لا 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 أنت أعطيت إجزام بالجاج بس سيقدروا يعودوه من خلال البيض أكيد لدينا أيضا حتى البروتيين النباتي مثلا البوكوليات سبحيني قاطعك البيض بيش تلاحقي لذلك لازم لازم بسرع أحبك محبك محبك 1-10 عدونا 15 تقسمها في الجرنيات لا يخسارها يا أخو أنا ديما نقول هل ننسى تلاقي في صحتك لا يخسار هل لا يخسارك إن شاء الله عشاني نحبك بيض أكلها كل يوم لا يخسارها لأي إنسان لا يعيش على أن يذهب بساعة بيض 15 محب بيض مليت موضي وتأكله في البيض وعلم نحن نحن نعاونهم لكي نحن نعاونهم لكي يتبنوا هذا النمط الغذائي السهل وكي يكونوا بيض نحن لهم بيض البانان وعود أصباح العشية نصي باسا لدينا نحن نحن نقدر ندرجوه في النظام الغذائي أهمها خولها؟ أهمها دونك قلنا ما ننسوش البربورسون تاعنا بروتيين أكل خمس خضر وفواكه في اليوم يعني ثلاث لجوم وثلاث لهمس منظمة الصحة العالمية هذا هو الشحر تنصح في تناول الخضر والفواكه أيضا تناول الدهون الصحية لزوميغا 3 لزوميغا 6 والفواكه ما نحن 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 في الأسماك والزيتون والزويتون نباتية هذا مفروع ويشيء مهم جدا الشيء الذي سيطر بالنطء لنحن نخطيه هذا النقص للأستروجين الذي نقصنا سنمده على أرضية غنية بالأستروجين النباتي ما نحن 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 أستروجين يعني الأستروجين نباتي الذي نحن نحن في أرضية متنوعة أقلال مع الأمضاء مثل السمسل أيضًا بوضر الكتان أيضًا نتحدث في زولياجينو، الأوز، الجوز نتحدث في البقوليات ولكن يوجدهم في بوضر الكتان والصوية هذه سنحفزهم ماهو بوضر الكتان؟ موضر الكتان غير دولن صغيرة تتباه البوضر الشيو جيدًا كبيرًا ليس كيما بوضر الشيو بصع جيدًا هذه الشيو جيدًا سمتر بشكل فتو أستروجين يعني كيف تستمد المرأة؟ أكيد أكيد بالنسبة لعبط سخينا لم نعذي الإدراتات Biop with the نحن ندخل مداخل حسنا دقنا نحن بحسنا الصيف يوم لا يتجازو على الناس خونين نصيره بالصيف مع التغيير المناخية لا نستخدم حياته للجغير عيشه كامل العالم نحن نبدأ بالعب الناس في هذه الوقت تبقى الكثير من المياه نعود هذه الخسارات على المياه لتبقى بإضاعت فكرتني في هذه النقطة قبل ما أخرجنا بالنسبة للمياه المعدنية تنصحي أي مياه معدنية خاصة بالنسبة للمرأة تقدر تأخذ منها هذوك المعادن المتوفرة في المياه سوف نحاولها على المياه التي تكون الضويتبوريجا أيضاً والكالسيوم، والكالسيوم، وكالسيوم أيضاً اخوض أن يخول مكناة عن المياه لإخدام الاتصال مناسبة إلى كالسيوم التوجه في إMay atsiyome هي أحسن شي نجيبهم من المأغضية مي فيكو لما جو ريتي دي فام تكون عندهم أغضية يعني معندهاش قيمة كبيرة لازم نجوز لها سبليمتاشون منسوش أيضا تعرض إلى إشيعة الشمس لأنه لفيتامين دي نجيبها من لسولي دونك فولا تكلمنا كلش خولة؟ كان مدابيا نزيد نتكلم أكثر مي فيكو رانا أم باستخدام ماليش مازال في الحلقات إن شاء الله إن شاء الله نصيدون نفصلوا أكثر في مواضيع وبالنسبة للمشاهداتنا أكيد الآن نرى هم يطرحون نفس السؤال كيف يقدروا يتواصلوا معك خولة؟ على انستغرام بايناسهيلثكير وفي الواقع كيف يقدروا كذلك؟ في الواقع أنا مستخدمة في مواضيع سنطر لتحرير مستخدمة شرالجية شرالجية شكرا لك خولة ناصرية خسائية تغذية شكرا لكم هذه المعلمات المشاهدين وصلنا لأول فاصل نحن نحكي شكرا نحكي سيatable سيداتنا الكريمات جميع جزائية راح تscenes لازلينها طه الله في صحتك كيف تطهى صحتك راح تقدمي يالك فساعدة سوى الزوج وحتى بالإبناء وحتى بالنسبة للمحيط اديالك إذا لم telelsi too foam راح تؤاتري سلبا على المحيط ديالك قولهم فاصل وا يالله مشاهدين فاصلوا وانVESلوا سلام يلا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا وازال معاكم ووصلنا لجزء الثاني من عددنا هاليوم في الكواليس كنا نتفكره في تفاصيل شهر رمضان المبارك الحاجة اللي كلنا ولأخلينا قولوا أغلبنا يديرها هي أنو كيكونا حي يقدن تعباش نحبسوا الماكلات كام الناس رح تجري تشرب بالماء نو على بالك مسيون شنشاربو بكميات كبيرة وهديك غالط خاطئ وحتف الدين حرام على بالك على لأنو سمعت فتوى مؤخرا قال لك إذا كنت تاكل وراك تشرب وسمعت الأيذن ففيك أنك تكمل لا لا أنا نحكي على العقبال زعماكي تبقى لك النص على الأخرى بشي أبدا آآ داكا نحن كامل تبدأت تشرب في الماء تبدأت تشرب في الماء على أساس أنو زعما بشي يشدنا ولوكو الجسم يحكم غير وشي يسحق في هاداك لو مو مو إذا كنت يتم إفرازه وتمساصها غيان هذه تعمل غير تشرب تشرب لا فايدة لازم الواحد على بالك رياض لازم في الصحور يارفوش يأكل كما كاين الناس اللي تتسحر غير بحبة بنان وهذه الحبات تعلب بنان فيها كما يقول لك فيتامينات كثيرة للجسم الإنسان وين يقدر يرزيست بها عشر سوية على الأقل وقال لك اللي يأكلوا بزاف الصحور اللي يجعوا بزاف ويجعوا بزاف ووالا دونك غما تكبروش الستوما بزاف كولو قيس قيس بس صح مشاهدين بش نقول لكم لا فيغيتي يا رياض ما كاش يادر في الكواليس على رمضان هذا يبقى تنادر على المولود يا المولود لا لا كان يقول لي أعمال يرحم بابك هذه الهدرة من هنا نجيبوها شغلنا وياكل قط والفار تمنوني أولاد خلينا رمضان أو قريب رمضان يلا مشاهدين وصلنا لفقرة ببيوتي بعد الفاصل بقوا معنا مرحبا يا درا اليوم يا درا صباح الخير صباح الخير لكم رياض صباح الخير أنا لا يعني ليس الموضوع صارة صباح الخير لا يعني ليس مرأة مرأة أنت قدرت تزحي هو المرأة صحيح هل يوجد أن تستعملت سياسة الهربية للأمام بينا تديرك تبلي أنا لا يعني ليس ألوكو ذوك هي تلقائها أنت كنت بدأت تهضرين تلقائها تكتب أعودي ما أعودي شوف نقول لك صراحة تقول لي لي أي عندك الحق أنا وانتي وش عندنا مشكلة في وجوهنا أنا ما قلوش لخدونا نقول الحناك نا هي بالدات أنا دايشتين عندي مشكلة مع الكاميرا نقول لهم اسمها وما تزومي وانيش عندي الحناك والله يا مشاهدين أغرحنا مشيانات معنا بايش عاش في الكاميرا نبانوا هيدا بانوا بزاف اسمع نا هي دول مشكلة سباح الخير عليكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم معنا مرة ثانية في وصفة جديدة اللي هي قلنا كما قلنا دوكها مع أمال اللي هي النفخ الخدود يعني أو تسمين الخدود الوصفة تعنا نهار اليوم تكونة من ثلث مكونات اللي هما الحلب المطحونة خميرة تاع الخبز وعننا ماورد ماورد يعني ما لازمش نستغنى عنه في الوصفات اللي نستعملوها في الوجه تعنا كما لي ماسك ولا توسكي حاجة راح ندروها في الفيزاج تعنا باش ني بيتي وتهيوجات لازم ندرو الماورد ووك الوصفة تعنا مدوها على بركة الله اللي هي قلنا ملعقة بتاع حلبة مطحونة وملعقة بتاع خميرة موك نمزجو الخليطة مع بعض هكذا حتي تمزجو مليح من بعدها باش نزيدو الماورد هكذا خلطناهم بيا شوفو كيما الخميرة الخميرة تمدلكم اناكلة يعني واللي وجهكم يبان يبرق ومامطون راح تشد الوجه لونك هاد الابغتي كامل تاع الخدود راح تشدها للفوق وثانيا عندنا الحلبة الحلبة هي اللي هحتمدنا هادك ماشي ما نقولوش تسمين الدرجة اللي نقولو نيكزاجيو فيها لا لا درجة شغول يقولو عندنا خدودنا بينين يعني سخطولي يعني بزاف متضعف هنا في هاد المنطقة تاع الخدود هاد الوصفة راح تعدهم بزاف هكذا يقولونا نخلطوا المكوناين تاع الحلبة والخميرة من بعد نضيفو شوفوو نضيفو الماورد على حسب الكمية وكان احنا من ملعقة ولا ملعقتين صغر يكفونا هكذا الماورد شوفوو ده بخيفارنس يكون دافي بشل المازيج تمتم يتخلط لكم يعني ويدو بيولي كرام شوفو هنا هايها الكتمتم يعني يمتازج ما يعطلناش يعني في الخدمة كان هنا لازم زيت 1 كرام نخلط ملح المزيج خلط كامل 1 كرام نخلط كميات صغيرة لإستعمال لا تستخدم الأبختي كاملة على الفق لا تستخدم الأبختي الآن تستخدم الأبختي من الأولى من 20-30 دقائق تستخدم الأبختي إلى 30 شهر تستعملوها من بعدها دائما نغسل وجهنا بالماء الفاتر ونغسلوه بصابونة طبيعية هاد الوصفة اللي درناها لكم اليوم راح يعني في مدة شهر راح تملكم نتيجة يعني كما اقولوا ما تقدروش تتوقعوها تقولوا بالك هي وصفة طبيعية ما راح تملكم نتيجة مليحة لعكس راح تملكم نتيجة ما شاء الله لان شاء الله تسيوها وتعطون رايكم في الكومنتار ولات يعني ما عندكم صفحة ساميرا تي في سور فيسبوك انستاغرام ولا في تيك توك ونسناول يعني رايكم هاد هي الوصفة عنا نهار اليوم ان شاء الله نعود نتلقى معكم في وسويزينا سارة وكي حبو الكونتاكتيوك سارة؟ انا باش تكونتاكتيوني عندي امبارشور انستاغرام اللي هي كويم أوف كوسميتيك انتسوب نرد على الكومنتار بمم الميساج نرد على الميساج ان شاء الله عندك احنا ماناش خدا مينجا ع رمضان سارة عندي الوقت عندك الوقت نريفوندي اليوم كامل انا يعطيك الصحة سارة كل مرة جيبنا وصفات مميزة وانا واحدة ما نعرفاش هذه الوصفة ما اولت واكي ما قلتلك بسك ما يهمنيش نفخر بوقت يعني ما كيش في المتحقيهاش ولكن مليحة مليحة يعطيك الخير سارة نلقاوك ان شاء الله وصفة القادية ما شاء الله اكيد ستقولوا بلي رياض كما تحولتو المتابعين تعرفوا بلي راهو في الكوزينة وما زالوا يأكلوا لها في الجوز هذا هو بقبيل الجوز دو كاكلتها دو كما الصاعدتو ل yogurt سخونة لا تقلق كائن كلاس وش حبات تريدون أن يسخونين لا تصبر شي سنة حتى في اليوم أقلت لي بليريات أين يفتلكم المقلة؟ هذا مقلق المهم سيكيف كيف لا أعلم نريدون أن يستعملون ننسنا وهم يبردون ونفعلوا التزين نفعلهم بالجوز والبطاطا هناك نعم أنا لم أفهم شيئا نحن نحاولون في السؤال لا يوجد علاقة بالطبع هنا نعم ونحن لديك الكلم نعم 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 بسم الله نعم رضيك هذيك البطاطا الصغيرة نعم البطيطة المهم قصتها شوية هي بالدت نذهب نذهب و نكمل تعرف أنه يتحمل الناس اوه أريد أن أكمل نطيب نضعها بالحبة أو نرمي بالحبة و هل هو الصوص؟ الصوص تقريب يتحمل الناس و نتحمل في الفو و نحمل في المقلة نحن نعاونك و نعاونك نحن نزرب نحن نزرب نحن نتخليني واحدين نجدك مالا مع أمال و ننضعها تحيانا نقولها صبح الخير أنا و أمال درنا تحالف يلا مشاهدينا نلتقي أمال أي تعيسى في فقرة فنوى إبداع بعد الفصل بقوا معنا أمال نقول لك صبح الخير والله يا أمال و ندره أنا و إياك تحالف على الأقل الثلاثين دولة تمشي معنا فيه نتأكده نحن نتجده مالذي تحالف ضد من أجل ما هذا؟ ضد رياد ما شو اخترتنا لديه أمال نحن نقوم بأمال نحن نضع الثلاثين من فوق القرآن سوف نعرفكم كيف أشندين لفنشان ديالو نحنا يكونا بدنا درنا لو لتوما تحبو ديرو للا ديكورة سوكي محبيتو لتلكم بليها دوما سيدي سيدي سيباو هكدا بيشن توما مم سيباو بل مول أو تأمرو بلا رزين أو تأكل كمزاف للا رزين نحن نخدم فوق هاد لحطب ها كواجدين دوك أنا درت لها للا تكنيك تالبورين خاوليك هدا هي للا تكنيك تالبورين خرجتها نشفت من بعد السيشاج نقدر رندلها دوك ها للا رزين دوك ها للا رزين نجيه بحو تجيه ومممتان صوليدي فيه شعال باش توليه أمبو بلس صوليد دوك هنا بقبل ما دي للا رزين لازم نمسح ها مليح لابدكم بلي الويل دي سيليكون لحو ما زالوا هكا كا للسطح دوك لازم تنمسح تخي بيش نقدر رزين دوك ها نحط لرزين ديهكتما بلا من المسح ها حي خرشو لكم هكا دي زي دي زي تجبد لرزين تنجبد وخلكم هكا دي بتي فيد الداخل اي سيبا تخي تخي جوني بان نبدأ بلرزين هيا لولا باش نخليها تحكم روحا شوية من بعد نخدم لفينيشو تاو دوك هنا لرزين عندنا لرزين ديهكتما هادهك لرزين نمو 1 رزين كريستال دوك انتوما لانتكم رزين كريستال ورزين غلاساج باش ندير كيلة تعل جرسيشا دوك زود كيلة اكو تلاحظو هنا ندرت لي الشيفخ باش تشوفو دوك راحا ندير ربعين ربعين سافي ونزيد لهم عشرين سافي ستين انتو دوك ربعين سافي عشرين عشرين سافي ربعين دوك زود كيلة هاكدا نخليها تتلاح حتى تولي الكارنة ربعين هايك حقنا ربعين دوك توجوغ بلا سباتول انبوا هاكدا دوك هنا ربعين سيبا نغلق نغلق لنغلق نغلق لبلاوحدة لكي لا تنفع في البوشان اتنشون لكي لا تنفع في البوشان لتنفع في البوشان هنا نحي هذا سينا فوسي نحط في قدامي و ندير لدرسيسر لدرسيسر رح ندير 20 لدرسيسر ندير 20 نحن بدلا خادق هنا لا تنفع في الكلام لكي لا تنفع في الكلام و نإنتهى في الكلام لكي لا يسئ لتنفع في البوشان و ننفع في الكلام حينا نضع على خليمات البرسيسر حتى ننصر ، نمش و ندير تلك الامر جميع و نبار أولاً ثم يتنظر بأن الأجوبية تكون ماتة لنهابها تصبح تصبح ماتة لن تكون ماتة تصبح تصبح من الأجوبة تصبح ماتة لا تصبح أجوبة هناك ماتة لنظرة لا تتعطيق لا تكون الأجوبة يأتي الوزن لكيزة على الاستمرار لنبدأ الوزن من المسكين ومضح الوقت على حياتك سوف نجد الوزن لكيزة ونفعل لكيزة بالأسفل لنفعل الوزن من الموضوع قم بإستمتع بالأسفل وكيزة بالأسفل سوف نقوم بإضافة القرآن 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 ثم نقوم بإضافة البرين سوف نقوم بإضافة قرآن ومن بعد نعود جميلة بل غزينة نحن نرفض نشوفو الاسقط ساكمنسا سيبان كان دي فو وين تعود تنرفض ماليش تعودوا تحطوه طبق امليح فو بيان نابيي دوشو هاك دا بهاتة طريقة نزيت العقل نرفض نشوفو من رحش نرفضها واحدة بواحدة الأدزيف هذا ندير سبسيالمون باش نقدر ننبلاسيه دي هك دا نقفو الهنا ننبلاسيته هذا نخبيه من بعد نسحقه مازال عندي خدمة به هك بطلاحظو راني درتو لسقطو هك دا لهاتة طريقة من بعد ندير لغزينة الغزينة تاي لازم نرفض لباوتة نحطو فوقها باش يترفض شوية هل معي correlate وحطو بيا في بلكم لأزم يكون ننز سيطحوابا من الله أنزم يكونيننسي Detori بالحاك فشه كاك إتفاق النيسحله الخمس Jahresيсолют 7 مليسحله يстаточноßeها تايي oh Mediterranean هنا ه Estى أنا Aub Gان prod نسحقها نقدر ننظر الشر Hai نقدر نرظر الكولو مام العباده بسم الله أعطينا بطريقة الأسفل نحن كيفية الأسفل كيفية تتقال كي تبدا تتقال خير ما خير تبدا تتقال شوية ماشي بزافة باش هكاك لغزين تعيدو كي نحطها اللفا فرمان سبوزي او نباشي بزافة يعني كتقعد كومي لوب ماش راحات شغل مديش جارية بزاف دو كنحطها نبدا نحطنا لغزين شوفوها كي تكون تقيلة دو كنا هنحبسها كنز نخليها شوية كي تكون تقيلة راحات تحبس وحدها كيت تلحق هكا في البور هنا وحدها كنت تحبس هكاك دا هناك هكاك هكذا هكذا غزين تتقاصك توتركه لغزين دو كنا لغازين تحبس و تحتاجكم من جميع اشعر دو كنا نحط بلعقل بلعقل هكو تشوفوك هكو تشوفوك يوكو ندير ديركتما هكو تشوفوك مانا بولدير ما فهي هاش بولدير وانتو ماخرجو لكم الى بولدير مايهمش نجيب الشري موس غيور و نحط شوية بالاسخانة هذك سيبطينا بلايسار الخروجات تقطمة العملية يسيرك أن تسمح الوصف بياسار الجهاز كما يعجبون اتمنى يشترك في الصعب لكي تتعلم على الأخل واعطة، فاكدا لدينا الفتر تكنو عندنا الفتر بزاف شباب تكنو يجعل بها فنشون هنا نرى ونحكم لبارك ونقوم لبارك على الجميع ونقوم بجدوري حتى يخرج لهم فينشون شباب أسفلت الأدوات التي استعملتهم اليوم لدينا رزين من البيتران من البيتران لدينا بشاركة لدينا من البيتران لنستعمل داخل نضع الزيني ثاني ونقوم بإمكانك مدة 24 ساعة ونقوم بإمكانك مدة 24 ساعة لكنها يأتي لسة سواية ونستعمل من بعد السيبوغ ونقوم بإمكانك مختلفة لدي سيبوغ أخرى ونقوم بإمكانك مختلفة هل كنت أكثر؟ رياد أهم جملة قلتها أمال لا تنسوا من تجوز تحديث أنا خليت هلكم لكم لا لا أنا أقول لك أهم جملة أريد أن تتحدث لكم بعد تقول لنا بالله أنا نخدم بالعقل أنا نخدم كمال هكذا بالعقل حنا نخلوك تخدمي بالعقل أمال من بعد نقول لكم إن شاء الله نشوفوها قبل طاولة التقديم نشوفوه في شكله النهائي يعطيك الخير أمال إن شاء الله نحن مشاهدين نهدولكم هذه النغمة الموسيقية وبعدها الفاصل يشاريون تلاقوه في الجزء الثالث أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا وصلنا للجزء الثالث وطبعاً يحضر معنا الشاف أمال حجازي أنا أسمها أسمها نفس الأسمة للفنانة أمال حجازي وكنت حكيت معها في الكواليس قلت لا تشابهوا شوية من بليش أسكو صح ولا لا لا أحن نشوفو مع مشاهدينا الكيرا أمول صباح الأنوار صباح الأنوار كيف حالكم كيراكم لا بس؟ الحمد الله لا أنا أقول إليكي ما قلت إلي في الكواليس مثلا صباح الخير شو أخبركم كيفكم صباح النور كيفكم؟ صباح أنا شو الحال؟ الحمد الله أنا كتير من نحا وأنتو يعني لازم نعرفوا أنه شاف أمال كنت من ضمن فريق ساميرا تيبي سابعا وعندك مودة ما بنتيش؟ هذه سبعة سنين اللي حبت التصوير اللي عارفوني من قبل شاهدوني في حاسة قهوة العصر وعندما توحشت بزاف الجمهور في قناة ساميرا نعم نعرف لأني أنت متزوجة بشاب لبناني نشان على ابيها كان يحسروني اسم داير دايراتوغل اسم الشهرة والغيزوسوسيو مواقع التواصل لكن هو اسمي في البطاقتي وفي دفطة العائلة اخذتي حجازي من اسم الزوج تقول له امل حجازي تعال صح؟ تقول له من البعيد انا نرى كيف احب يدي واحدة تباه تقول لي يا كامل اول باش نفهم لا دا نسخة جزائرية من امل حجازي من مدينة وهران ما تعافي تغني دي كروانية تسألني بي على الورد؟ لا شوفوا مشاهدين قبل ما نبدأوا نحكوا مع امال ورجوحها للشاشة من خلال قناة ساميرا تيفي هاد ناس شفت عنا ساميرا كل ما يحضر انبيتي تبدأ شواية ديالها اه وي عندها شواية سبيسيال تشعلها غير كنبلاو الحيوات رح ندوكم بات؟ وي اكيد بيانشور يلا هامال رجوعك من خلال قناة ساميرا تيفي وقتاش رحيني شوفوك مشاهدين الكرة ان شاء الله رح يشوفوني المشاهدين وانا راني بزاف فرحانة اللي رجعت بين طاقم ساميرا لانا ودايمن نقولوها عائلة صغيرة ودروا كبرة عائلة ساميرا ما شاء الله هادي سبعة سنين وخاصة الجمهور هادي اكبر فرحانية يعني توحشتهم بزاف وعندي بزاف وصفات ويعني كل شي يغلي فراسي سافاري في شهر رمضان انا رح نكون ان شاء الله في برنامو السافاري لانو في مواقع التواصل عندي بزاف طلب وصفات لبنانية جمهور جزائري يطلب بزاف يحب الأكل اللبناني طيب احكي معنا شوي لبناني اي شو بدك تكرم شو بدك إلك حصلت احكي يلا يلا لا احكي جزائري وانا برد عليك لبناني طيب واشنو الشي اللي رح يميز الاطباق اللي رح تديريها في رمضان ان شاء الله الاطباقة رح تكون كتير مختلفة هحكون فيها تحلية مقبلات شربة اطباق رئيسية ها كتير شغلات كتير رح تعجبكم حيلا هحتجوا بتتدوقوا اكيد ان شاء الله بس بعد الافطار بعد الافطار اكيد حيلا ان شاء الله يعني رح السفاري تكون حصصي في رمضان وبما انو امال خدات زوج لبناني واكيد انو في خضم هذك السبع سنوات كثير متواجدة في لبنان رحت زيارة لبنان زيارة مستقريتيش لتمر لا انا عايشة بفرنسا انا حبيت نعرف اللبنانيين كيفاش يشوفوا الطبخ الجزائري بصراحة في الاول انا لما فتف عائلة الزوج التاعي كان لازم نتبت شخصيتي ونتبت عاداتي وتقاليدي شوفي كيفاش نقولك ولو يعشقوا كل ما هو تقاليدي يعني هما يشوفوني في مواقع التواصل يعشقوا اللباس الجزائري جات عندي حماتي طيبت لها جزائري يعني اول يوم جدرت لها طعام الله الله وحطيته لها ما كاشتة عارفه شو هو؟ طعام 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 اسمحوا لي انا نخرج انا ما افقه قعف الله انا والله العادم انا والله او يعمل فيها هاي اوكي بدك احكي لبناني بضلني احكي معك لبناني يالله وحطيته وحطيته باب الحارة انا تعلمت عليها خديد كتير لانه زوجتا عمى ما شاء الله يبغوا الاكل يعني الطبخ بالنسبة ليهم حاجة مهمة بزاف مقدسة مقدسة طيب شو هي اكتر اكلة جزائريا بيحب جوزك؟ كاين ثلاثة كاين لولا الطعام يموت على الطعام او بلوس انا ماما تدير طعام تلمساني ماما تلمسانية يجي مختلف على طعام الغرب وطعام بلا خضراء يديروه لا يديروه بالخضراء كاينت على الزبيب هدك واحد اخر هدك ابنين بززاف وكاينت على الخضراء والمرقعة مديش تقيلة بزاف تجي صفرة وخفيفة وكاينت على خضراء وكاينت على خضراء الرايب وكاينت على الدلع والعنب الدليع دروك قلبيها مباشرة الهونجاج اوغاني هو الأطباق التي يبغيها يموت عليها عندك الطعام الرشتة والمحمر المحمر ليس شيء على البرقوق محمر على الغرب وكاينت على السفرة وكاينت على خذ احنا العفضة نحن نضرك تجاج نفسها بالحمر نضح المحمر أجل أنهمension توغير تم تمت على خفيفة تجمعها على ناره حادية وهذا هو أخذ أسميه من تجمعه نقول لكم الوصفة سهلة نقص لبصل الصغير نحمره كم أجل زيتون أنا أريد أجل زيتون أو زيتون زبدة زبدة يجب زيتون يجب زيتون يجب زيتون يجب زيتون يجب زيتون يجب زيتون لاحق الملح زيتون طعبهم ملح ثلاثة ثلاثة ورشة تجعلها إليها ثلاثة يجب زيتون يمكنهم ثلاثة ونقصوا يبنون مروا جميل كليتورياد المحمر عادي ونقلي البطاطا ونقدمه ماذا هي طيب؟ أمل أشكالك ملبيتك مين داق الوسمها؟ المعقودة أنا عندي أنا قاع العام نطيب له بزاف لبناني بس كهو ما عندوش العائلة تعوي في لبنان دوك ما يشوفهاش نبغي نفكره نعيش الأجواء بصح عندي رمضان كل شي جزائري بصح أعمال مني لديك أكيد ما شاء الله لك انت ركي شاف تعرفي الأطباق الجزيرية والآن تعرفي الطبخ اللبناني ما قدرتي ملانج ما بين الكوزين الجيغيان الكوزين الليبانيز شوفي بصراحة كان بزاف ناس إيزو غو مكس شوية كيفش يقولو يعني داروها طبخ الجزائري أنا من أصحاب كما قلوه صفات تعصرنا اهه أنا نحترم هاد الفكرة ما أنا ضد أنا نبغي طبق الجزائري يقعد كما كان طيب وجداتي ووجداتها أنا نبغيه يقعد بير ما نبغيش الإضافة إكزاكت وما خسنش نزيدو فيه النقص ولا ونعاون نرجع لك المعقودة يبغيها يموت عليها شاحتوك تكون صابحة بالخبز تكون باردة تبغيه؟ أنا نبغيها صابحة باردة في الخبز يلا بما أنك راكي متواجدة في فرنسا أبال أكيد يعني عندما أمشيتي عندك هذه السبع سنوات لم أقعد إيش ببرك في الدار؟ أنا رحت هذه أكثر من عشرين عام دعكور وتعرفت مع زوجتي في فرنسا كنت نشتغل عند شركة Air France كنت مسؤولة في المطار بايران فرنسا كنت مسؤولة عن الطيارة يعني كي تحط أنا اللي نهتم بالتسجيل حتى اللي تطير الطيار تسجيل وكل هذا حطيتها دوكوتي طيارة وكل شيء متعلق بها كي تزوجت وحملت بأول طفل تاعي أنا نموت على الدراري نحب الدراري يعني الأمومة التاعي بدأت هي له دوسو خليت كل شيء دوكوتي يحبس كل شيء وبغيت نركز في التربية ونعيش أمومة التاعي حبست الخدمة وبعد فتحنا مشاريع أنا والزوج التاعي كنت نعاونه لكن دايما يعني مع أولادي اللي نديروا معايا الولاد التاعي وهي اللي تاني كان السبب الاختفائي من الشاشة لما بديت نخدم في ساميرا يعني الولد التاعي الثالث أنا عندي ثلاث أولاد ما شاء الله الله يسلمك يبارك فيك يعني الثالث كان عنده سنة يعني ما بأ أنا فستة صعبة عليها يعني التسجيل والانتغاكسة مع المشاهدين كان عشق كبير لي كنت نحب نشارك الوصفات والتبادل كان لازم علينا ناخد قرار يعني نختار أو نجي ولا نقعد معايا رضيات أولويات ايه تحس باللي وياي تتكلم في هذا النقطة بالديت ولا فواتيحة بدات تتفير المستقف مالله ما فيش عنا كمان تتخيصيب برافو لا 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 حسيت بصوت ديالك يعني كان أنك تخليتي على البرنامج ديالك في ساميرا وعطيتي الأولوية لعائلات ديالك مع أن كنت محبة جداً لهادك البرنامج و كنت تتفاعلي مع المشاهدين اكزاكتوم مريحة ولكن في مريحة 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 ولكن في مواقع التواصل دائماً ننصح الأمهات و كنت نديرها في قهوة العصر يدخلوا أولادهم للمطبخ بس كي هذوك اللي سوفونيغ هم اللي راح يبقاو شفتو كي تكون الدار يوسخوها يربلوها القش بزاف والله كي يكبرو نتوحشوهم هذوك هذوك يولو عنا أحلى ذكريات ذكريات هذوك يليق الأم هذوك يبدو يكبرو شوية كنت نزيد ما شبعتش منهم كي يشوف تصورهم بيبي نعاود نشتاقل هذوك الإحساس هذوك العذاب هذوك العذاب نعاود 9 سنين يعني مشي بزاف لا يبارك ما يمازل ما ماشدعش هذوك يتزوجوك بيش حديري نسكنهم معايا كما احنا في الجزائر فتش في لبنان ما كانش هادم يسكنيش معا أنا أولادي كل واحد يسكن معايا ونجيب كلنا جزائرية عطاسيا إن شاء الله يا رب هذوك حضروا راحكم يا جزائريات يلا هم مهتنبين بالقورة يقدموا أبقتوا هتعرف طيب اللبناني والجزائري وكذا نحن نهتر فيهم ما كانش مشكلة الله يبارك ملحب بما أنه أران نقولوا بلي حتى ترجع إن شاء الله من خلال برنامج سفاري الأمر ما هيش يقتصر فقط على نشاط أمال في رمضان راح يكون عندك برنامج آخر من رمضان نتكلموا فيه ولا خلوه مفاجأة المشاهدين خلوه مفاجأة المشاهدين مليح ليجبت النقطة أموي يكونوا عارفين أنه راح يكون إن شاء الله رجوعي كما اهتمت بولادي وخصصت وقتي لهم دروك حان الوقت لي اهتم مشاهدين قناة ساميرا ونعطيهم كل ي عندي إن شاء الله نشاء الله فيما يتعلق بالأباتيسخي بزاف حاسبيني ندير باتيسخي هذا العام راح تشوفوني بزاف المالحة صح نعرف ندير السكر من المالحة إن شاء الله ندير لأباتيسخي ثاني ندير لنا شوية وندلكم أكيد تعرفي أمال ببالك تأييديني في هذه النقطة جني غال ما إحنا في ناس الغرب نهتم بالتوكي سالي أعلى الحلو صح ولا لا لا صح قليل ما نهتم بالحلويات عنا الحلويات سوف غير خفيف ضريف يعني تعقى وتالع شي لا لا بعدك بيني ما سوف غير نركزوا بزاف في المالح فارد فوجا هتعرفي الأنغسة تعطورنو طورنو باين حلوة الطابع أخويا حلوة الطابع بينها نقولوا استحبات بيد نخلطوهم مع السكر نصلي وندربوهم مليح والزيت نخلوهم يطلعوا خلوهم يروبوا زيو شوية نزيدوهم الفارينة أي تبيع لي أعمل لا اقدرة من أجل حلوة الطابع جميع شاطرات فيها جميع كأين حلويات أخرى كما قلنا أمل تقليدية ، وللأسف لا نقول لأسف نقطة مهمة جدا أنها العصر عنها التي تم إدخالها في الحلويات فقدنا شوية الحلويات الأصيلة والتقليدية الكلاسيكية اللي وردناها على الجدر أكيد علش بها نبغي نقعد أنا دائما في القديم حتى أولادي علبك أنا عندي أولاد وعندي ش بنات نعلمهم الطياب بس كهذا ويراتي إذا نقطع رحكو شي خاصة اللاس اللي متغربة يعني إذا حنا نروحوا في العصر أنا ونروحوا في السوالح وحد أخرى رح نضيعوا والأصل بتاعنا يروح أنا أولادي دائما نجيبهم للجزائر باش يقعدوا متشبتين كما أنا عندي جدور هنا لازم هما يكونوا متجدرين نعلمهم عاداتنا كما المولد كما الناير هادو قاعد نديرهم باش أولادي يعودوا بعضا يعطوهم لولادهم وتبقى هذه نحييها فيك بالزفقة معنا مدامنا نتكلمنا على الباطيسخي هداونا وصلتني معلومة أن الجزائرية ساليمة رمضاني تفوز بأبي لقب لميوغ باطيسي في نسخة كندا للبرنامج العالمي نقول لها ألف مبروك وإن شاء الله تكون نحطط فيها لمسات جزائرية عندهم لدغوة يديروا وشي يحبوه نحن نشوفه وما نشوفه درابو الجغيان هدا هو أهم شي كي نشوفه درابو الجغيان بارتو في المونت نشجعوه ونتحيوله بسكو هذا سيببوكو دو تخافي يعني درغير مش واحد ينجحو يوصل لهذه المطب ومن خلال لك أعمال بدم تكلمتي في هذه النقطة أنا نوصي كل الجزائريين منين يمشوا للخارج وش يصرف لالجغي يقعد لالجغي توجوه لازم تسوقوا صورة جميلة للجزائر لكن إحنا ما نعرفوش نكتبوه إحنا الجزائريين صورة حق وش كاين في القلب؟ كاين في لسام وصح كاين بعض الشعوب اللي يعرفوا يبلعطوا ويسوقوا بواحدة طريقة جميلة جدا لبلدانهم مدى بينا إحنا الثاني كجزائريين اللي يمشي للخارج يعطي هذه الصورة الجميلة ويقولوا الأنيقة انتي قلت بلعطوا وحنا الحمد لله ما نحتاجوش إلى أنه نبلعطوا بش نقولوا بلي بلادنا شابة بلادنا صح شابة لما جاش في الشبوب راي فهمتني آمال كاين كيما إحنا العيلة الجزائريين بلك بلك حنا لو كان متشاهدين تشوفوا الكواليس كاين شيناس يقولوا لا الله محمد رسول الله فهذا كيما نقولوا زيتنا في دقيقنا فاحنا ديما نعطوا هذيك الصورة الجميلة على بلادنا شوفوا لازم تعرفوا حاجة اللي راح ساري في مواقع التواصل هذا ما يغفلت بقع صورة الجزائري في الخارج نعتك الشيء أنا نقولها لكم في الخارج أنا نعطيكم أكزمبل على فرنسا جزائرينا هم دوروا بزاف سوالح يعني غيسامون كنت نشطت لدي في الدمو تعميس ماما ألجيغي أول نسخة كنت تكلمت عليها في المرنامج ويجيت غافي اللي كنت يعني من أول واحدة اللي نشطت باللغة الفرنسية كانت معي زاملتي ليلا قويري اللي انتحيها بهذه المنبر اكزاكتما ويعني كان بزاف مبادرات يديروهم متنوعة في كل المجال كان دي فورام اللي قاعد اللي يخدموا أشغال يدوية يجيبوهم من الحاس من الفضة كل هذي السوالح يعني كلمة يبانوش في الغيزو عفونا هي خد لدوسو اللي نشوفو في مواقع التواصل أنا ننصح أخوات الجزائريين كيكون سوالح سلبيين والناس تجي تهاجم يعني جنسيتنا ولا خلوهم يهضروا يعني سا سغا غيان الواحد يجي يزيدي هاجم وكنت خير لازم نورو لهم بالرقية تاعنا والتربية تاعنا والتأديب تاعنا شوفو انتوليكا أنا الحاجة اللي نعرفها انه عندي صحاباتي في الأردن أردنيات صحاباتي فالسطينيات وعائلتي يعني في الجزاء في لبنان عندهم صورة كتير جميلة على المرأة الجزائرية بس كل مرأة الجزائرية مرأة تقوم بدارها تحمي دارها وتخاف على دارها مرأة الجزائرية تقوم بولادها تخاف على ولادها وحنينا بزيب بزيب متحملة لكل أنواع المسؤولية هذا ليس كل النساء لن تكون أم ما الذي تطبع المرأة الجزائرية هي في هذه وسيلة فيغيتة سيلة فيغيتة ببسيطة ننسي وقع المرأة الجزائرية المرأة الجزائرية جدا محترمة في الخارج ببسيطة تاريخنا اللي مش تاريخ عنا تاريخ تقيل بزاف وجميل لازم احنا ناخدوه عبرة كل يوم ولازم نكونوا راسنا مرفوعة غيب هاد الحاجة انه تاريخنا يقرأوا عليه في المدارس فلسطين في الأردن في لبنان لانه هو تاريخ الشهامة الشهداء ياخدوا عليه عبرة الى يومنا هذا هدي انا حاجة نفتخر بيها بزاف بزاف شكرا على استضافتكم لي اول حصة بديت بيها راني معاكم بشوشين معايا كنتوا تصيير يعني استضافتوني سمحوا لي شوية خلط فلادرة بالعكس فرحت بزاف واني راني مريحة وانا اقول مشاهدين فرحان بزاف ورجعت معاهم ووجدوا ورقة وستيلو بشيكتبوا الوصفات ورقة ما تكتمتك فيش لازم دكارة واي اكزاكتين واي اصدوا دفتر وستيلو رح يكونوا وصفات شابة وليازم كلنا ندونو وصفات في الدفاتر بشيكتبوا من ضمن الوراة بكشغل الذهب ومكشغل الحيطان بكشغل الحجر دفاتر مليحة شوف كين حاجة مهمة انا باكزوب من امبريميش الوصفة كتبها بيدي انا كي تشوفها حفيتي من بعتقول يا جداتي كتبها تكتبها هكذا حتى القدمت على الورقة فيه في بنا وبتقول لك مش تخليلي طانوبيل ولا تخليلي ذي لا خليت لي كتابتها خليلها حاجة غنية او كنت خلية قبل ما نروح عند امال ونشوف الشكل النهائي امال هتقول لي عندك الحق اباك اقسم بالله يا رياد الشهر الوصفات اللي نشوفها في العالم بتاع ماكدونال صغيرها ولا كينتاكي ولا السرير دوينت فيه ورقة وستيلو الخلطات السرية قاعدت مخبية يعطيك الصحة وذكرها محفوظة فيه ويكتبوا عليها عقد حتى ما يعطوش الوصفة صحة اكيد شكرا لك يا تكسحة امال حجازي شرفنا كثير بحضورك معنا كل شرف لي ونورتنا الفلاتو ما نقدروش نستغنى عليك امال شكرا لك 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 ومثلاً بنات توقفتهم لكي تقدرون المصحفاتكم ومثلاً يوجد المنزلين في الثاني شفايا إلى أمل كانت أول حصالية معكم في برنامج ساميرا موري كنت تساعد فيها؟ لدينا جيد المنزل باوي يقام بساعد الفانيين للمنزل القرآن لذلك سيكون محدد من أجمال كدو فيما شكراً لك أمان هذاك صحيح نقول لكم مشاهدنا من خلال الورشات اللي را كديرهم أمال من خلال ورشات تاكنو والله العادة مشاهدنا قد ما تشوفوهم شابين قدامكم كي تشوفوهم أحلى وأحلى صح لا بغيتا يعطيك الخير أمال نبيها نقول لهم مروح الورشات باش تتعلموا وتشوفوا ما خير لا في رمضان والله غير يكون الوقت إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الخير أمال طبعا وإحنا راح نزيد ونحلولكم القاعدة تاعكم بأداء للفنانة أمال حجازي لأغنيات بيا على الورد يلا تفضلي يلا مشاهدينا نهدولكم هاد النغمة الموسيقية بعد هنتلقوه في طاويلات التقدم كله معالم وبوصاية الحاج اللي قليلا بنتزديش لعبة بيديك مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام العدد بالأطباق النهائية من تحضير شف ساميرا هاي أنا شوف ريادة وحاب يعلق أنا أنا حابنا أكل ما رجع وقت نعلق حابنا أكلت ما غير علقينتي وختمينتي خلونينا أكل يلا أنا عاود نذكرهم شاف يعطيك الصحة الله يسلمك هذي هي اللوبيا صوتي كيت طيب الجج نحو تحمره في الفوغ ولا في المقلة والباطاطا كيف 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 كما حكينا عليها لذي هي لديك نفسي وص�ة الأطباء نعم سيدتي فيرون أريد أن هذي مرحبا نعم مساء الله الله يسلمك والتحليا والتحليا الأطباء هذي مرحبا حاجة خفيفة وضريفة يعني اللي ريتشات فينا تقدر تحضرها منه طنش اللي واحدة تكون حاضرة له معه سهلا يعطيك الصحار شاف الله يسلمك أمال أكتو فيه ونشوف مشاهدينا كيما العادة والعوايد خلينا لكم الصحة والراحة وإن شاء الله نكونوا ولا كنا خفاف عليكم يوم يمتون فدنا يكم بكل ضيوفنا وفقاراتنا أكيدنا نحن نضرب لكم موعد غدا بحول الله في نفس التوقيت 8 و 13 صباح على قناة كميرا تابي أطلعونا بزرطة روحكم ونحبوكم ونموتوا عليكم باي باي سلام